نحن أمام مرحلة أو فترة أو وقت حان وقت التغيير حان وقت التغيير تغيير شامل تغيير في السياسات أو في بعض السياسات هيكون دقيقا وهذا التغيير لا يعني أنه ما كنا عليك انخطأ وإنما تغيير وتعديل تبقى لمتغيرات ومستجدات حاصلة بنتابعها جميعا هيكون عندي من الآخر تغيير كبير في السياسات تغيير في بعض أو الكثير خلينا أقول من الشخصيات سيكون هناك شخصيات بارزة لامعة تدخل إلى الحكومة خلال الفترة القادمة ولا يوجد معلومة محددة وأنا بتكلم بشكل واضح معلومة محددة دقيقة عن أشخاص أو أسماء فقط تتحدث عن أطر عامة هناك حلف يمين يوم الثلاثاء هناك إجراءات بتصحب هذا اليمين ثم هناك تغييرات خلال الأيام القليلة القادمة تشغل المحافظين أكبر حركة محافظين تشغل الحكومة ومجموعة الوزراء وهتبقى حركة كبيرة أيضاً أسماء وشخصيات وسياسات وأيضاً هيتبع ذلك أو يكون متزامن معه أو حتى قبله تغيير رأساء تحرير ورأساء مجالس إدارة الصحف المصرية اللي انتهت فترتهم مدة ثلاث سنوات وأعتقد أنه كل التفاصيل اللي أنا بقولها بتخلينا أمام مرحلة جديدة بشكل جديد بشخص جديدة بسياسات جديدة لاستكمال المشروع الوطني اللي بدأ منذ عشر سنوات عندنا تحديات وعندنا مطبات وعندنا صعوبات لكن أيضاً عندنا انفراجة حدثت تكلمنا عنها والحمد لله وعندنا ثمار إن شاء الله بتنضج وعندنا مواطن هو الهم وهو الشغل الشاغل للدولة وعندنا مواطن أيضاً هو بطل الحكاية عندنا مواطن صبر مواطن كان سلاحه وعلاجه ودواءه الصبر وما زال يصبر الدولة الرئيس الدولة اللي هو برضو إذا خلنا الرئيس بيقول المواطن بطل حكايتنا فأنا بقول برضو الرئيس هو الحالة هو البطل بتاع الحكاية اللي تحمل شفنا حكمة الرئيس وشفنا صبر الرئيس في قضايا زي ليبيا والسودان ودي فلسطين ولم نتورط الحمد لله رغم ظروفنا وأيضاً بنخرج من عثاراتنا الاقتصادية بتوفيق الله أيضاً وإن الدولة دي دولة كبيرة في كل الأحوال كل سنة وحضرات الطيبين وبقول للشعب المصر إن شاء الله يا رب إن شاء الله وإحنا في أيام مفترجة ربنا بإذن الله لن يخزل هذا الوطن ولن يخزل هذه الأمة لأن الأمة دي ناس طيبين وهذا الوطن يستحق كل خير